موسيقى أهلا بكم صباح الخير عنوانان بارزان اليوم تعليق هيئة العلماء وسطتها مع المسلحين للإفراج عن العسكريين والحملة المنظمة على قيادة الجيش على خلفية معارك عرسال وفي العنوان الثاني السياسي اطلاق لما دعون ما وصفته الصحف بالحرب الاستباقية عبر طلب تعديل الدستور لانتخاب رئيس من الشعب في هذا العنوان أسئلة كثيرة هل صحيح أن بيان التكتل واقتراح التعديل هما أول الغيث أم أن الخطوة تندرج في إطار التكتيك السياسي هل هي إعلان لنهاية شهر العسل بين العماد عون وبعض الكوى السياسية أسئلة سأطرحها على ضيفي دكتور وليد خوري عضو تكتل التغيير والإصلاح قبل ما ندخل بالمواضيع السياسية والأمنية أريد أن أتمن منك على صحة البطريارك سفير يلي حدثتك كما عرفنا أجريت له العملية الجراحية واللي كتب وقيل أنها تكللت بالنجاح كيف أتمن منك؟ وسيدنا البطريارك غريبة أنه بعمره بالفعل تمتع بقوة جسدية مميزة وكأنه شخص بمقتبل عمر هل ماك البطريارك سفير هيك بالسياسية على هامش العملية؟ لا هنيكي بس هم نحكي جراحة جراحة؟ طب خلينا نحكي لكن بالسياسية بداية بالمشهد العام من خلال كاريكاتور جريدة الجمهورية يلي صور اليوم اللبناني يغرق ببحر هائج يهرب من سمك قرش يرمز للإرهاب ويطلب الناجدة من شبح الموت يلي واقف على الشاطئ يعني ومذيّل بعنوان تعتير هل قد اللبناني بوضع يمكن وصفه بالتعتير؟ لا ما بحط شبح الموت أنا بحط يعني أمل كبير بلبنان يبقى مثل ما هو ولبنان قوي يعني صامد على مر العصور بقى الإرهاب أكيد ما رح يخوفه يعني ومرأة علينا كتير باللبنان ممكن أكتر بلد مرأة بالإرهاب هو لبنان بالمداد العربية كل المنطقة ونحن محصنين أهم شيء بقوتنا الزيتية يعني ومع كل الأفريقاء كلهم حسين بتخطر يعني بتصور هذا أهم دفاع أكتر من كل شيء اعتبرت أنه ما في شيء بخوفه ولكن لماذا أنتم يعني بالتكتل كقيادي وكقاعدة خائفين مثل ما بتقول الصحب أكتر من غيركم لا ما في شك لازم واحد يتوجس أنه في خطر داهم على لبنان الشيء اللي صار من عدة سنين لهلأ مش عم بحكي بس عن قضية عرسال يعني رجعي عوقت الضنية من الألفين من بعدها بترابلوس من بعدها بنهر البارد من بعدها يعني في عدة مراحل مرأنا فيها فيها توصف كإرهاب يعني هذه منها الشغلات بسيطة وفي مخطط ما في شك يعني تخريبة للبنان ومكفة مكفة مش بس للبنان للبلاد العربية كلها هلأ الشيء صار بالآخر بعرسال بالفعل خطير لأنه هذا جيش هجم مش أنه يعني الجيش المسلحين عم بحكي مبطل في قصة أنه ناس انتحاريين أو ناس عم بيقتلوا دورية حالات معزولة حالات معزولة يعني أشخاص معينين لا هلأ هون صار في جيش منظم يعني شفت قديش استحوز يعني من قوى الجيش والأمن تتقدر تصده شغلية خطيرة هذه ما بتمرق هيك يعني والخطر طبعا متوجسين منه نحنا كسياسيين وكلبنانيين وكشعب لبناني أنه ممكن كمان يتكرر لأنه لم يوضع إذا بدك حد نهائي لهالموضوع وهذا الموضوع بعده موجود في أي حال رح نرجع بتاني قصة من الحلقة لهذا العنوان الجمود موجود نطرح فكرة طرحها العماد عون من شهرين بس نطرح فكرة كتعديل دستوري يعني رسمي ممضي من عشر نواب من عنا بالتكتل وهذا ديمقراطية يعني نحنا قلنا حق نعملها وعم نطرحها أكتر إذا بدك للشعب اللبناني يلي أنا عم شوف كتير في ردود فعل إيجابية حتى من الناس يلي بيعتبروا أنه هن ضدنا سياسيا إيجابية بأي معنى؟ إيجابية بالمنطق طبعا أنه طيب نحنا شو عم نعمل؟ عم نجيب اتنين أقوى مرشحين مسيحيين ينتخبوا من المسيحيين كوجود مسيحي بما أنه هذا الموقع مسيحي ومن بعده رح يكون كل اللبنانيين ينتخبوه رح ينتخبوا واحد منها اتنين ما رح ينتخبوا واحد تالت نحن ولكن هالمنطقة أنه لبناني ينتخب مرتين والآخر ينتخب مرة واحد لأنه نحن مش بأمريكا أو بفرنسا أو بمحلات تانية نحن ببلد متعدد الطوايف وهيدا المركز هو مركز مسيحي يعني المركز السن الأول مين أقوى شخص فيه عم بيكون أو برضى يلي أقوى شخص المركز الشيعي نفس الشي طيب المركز المسيحي ليش يعني إخدينه بطريقة؟ هل بتقبلوا أنه يكون نفس الشي بالنسبة للمراكز الأخرى؟ مش غلط مش غلط أبدا و هيك عم بصير بالمجلس النيابي هيك عم بصير نعم بمجلس النواب بالمئة وثمينة وعشرين بس عم بحكي أنه عم بحكي كطوايف طوايف السنة مفهوم النطايف السنية الكريمة بالمبدأ اللي عم بيجيبه أو الرئيس يعني أكتر تكتل نيابي أو حدا يعني هو بعينه تقريبا يعني هو بيزكيه نفس الشي عند أخوانا الشيعة نفس الشي عند الدروز يعني معروف القصة و نفس الشي اللي كرة وضعت بالملعب المسيحي دكتور قوري ليش ما توفقته كمسيحيين بالملعب المسيحي كمان ما بدنا نرجع عن أنون الانتخاب بتأخذ الطريق يعني رولا بدنا نرجع عن أنون الانتخاب أنون الانتخاب بيفرز تحديدا 17 نائب مسيحي مزبوط من المسيحيين و نحنا كنا مرتدينه من زمان يعني هذا الانون الستين نعم ياللي صار فيه إشكاليات كتير كبيرة بيّنت الأمور أنه بالاستفاف الحالي نعم ما كان هالاستفاف بالستينات وبالسبعينات وبالثمانينات بس بهالاستفاف الحالي صرنا نحنا واضح جدا أنه النواب اللي عم بيجوا كمسيحيين أنه عم بيجوا بأصوات أكتر من الطواف الأخرى إذا عم نحكي نحنا إذا بدك تمثيل مسيحي ما أنه هالتمثيل الفعلي البير فنحنا عم نقول أنه على قليلة إذا ما قدرنا نغير إنون انتخاب يلي استشرسنا و بحب ذكرك بقصة إنون الأرتودوكسي أو يعني بعدة مراحل ومشت القصة بسنة زمان باتحاد مسيحي كامل بمباركة الكركة يعني في عدة مراحل مرأنا فيها كتكتل و بقلك صدقا يعني أنه نحنا يعني ما وصلنا لليأس بس بالآخر بس تشوفي كل هالأمور اللي عم نعملها وما عم توصل لنتيجة لتزبيط الخلل لأنه في خلل نحنا بالنسبة لألنا شعرين وفي خلل كبير نعم بإطار الدولة ألنا بالآخر خلينا نجرب هالشي على القليلة يمكن يمشي أو يمكن ما يمشي بس على القليلة نجربه بالمجلس النبي لأنه حكما بما أنه عشر نواب قدمينه مفروض ينزل على الجلسة العامة الجلسة العامة إذا اجتمعت بدأت قول إيه أو لا وهذا الشي ديمقراطي ونحنا قبلين بالديمقراطية إذا ما زبط نحنا بدنا نقول على القليلة للشعب اللبناني أنه عملنا هالمشروع يلي بنعتبره بصحح الخلل الموجود أو ابتدى تصحيح خلل بالنسبة لرئيس الجمهورية في حال يعني هذا الشيء ما وصل على القليلة منرجع من طالب كمان يكون في عنا قانون انتخاب أساسي وقوي بأي حال رح هيك استعرض سريعا معك ما ورد بالصحف حول هالموضوع مثلا اليوم ميشيل نصر بالديار بيقول أنه الخطوة خطوة العماد عون قتت ردا على أجواء سلبية بلغة الرابية من جهات داخلية وخارجية عن انعدام حزوزه بالوصول إلى بعبدة وهالخطوة أحرجت الحلفاء قبل الخصوم لأنه ما كانت محط جماع داخل هذا الفريق أول شي صحيح أنه تبلغ العماد عون أجواء غير إيجابية بالنسبة لهم لا العماد عون مش ناطر يتبلغ أو ما يتبلغ كان ناطر ناطر أشياء موائف معينة العماد عون هو مش طرح حاله بعد ذلك نحن طرحينه كتبون مرشح تقاربي مع كل الأفريقاء طرح حاله مرشح تعافي وضعه مع الحلفاء طبعنا عم بصير في يعني مباحثات بعد مع الطيار المستقبل من أطعت بعد تفاهم تفهمنا على الحكومة وفيه إمكانية تفاهم تاني بس مش ناطرين أنه يقبلوا معنا أو حدا يجي يخبرنا من بره أنه مش قابلين مش العون هيدا شغلة يعني اللي بيعرف طبيعة الرجل والجنرال يعني بيعرف أنه هذا شي ما أنه نحن وقفين بوضع متشنج واضح جدا أنه بدك شخصية غير اعتيادية تقدر تحلح الأمور نعم نحن ما اعتبرين أنه هو الفرصة الكبيرة هلا تكون عنا يكون بمجيء الجنرال هالشي ما رح يصير يعني حتى لو كان نصف اللبنانيين ما بيعتبروا هذا الأمر مش أحسن ما يكون يعني ما بعرف يعني 90% من اللبنانيين مش راضين على الرئيس جديد ما كمان الرئيس اللي بدو يجي بدو يكون نوعا ما الناس عنده ثقافي الناس يعني كمية الناس مش إنه كم شخص أو كم شخصية بحبوه لا مش كافي من هيك نحن رتجينا للشعب لأنه بالآخر النواب هن ممثلين الشعب يعني وهن رح يظهروا صورة الشعب شي ما عم بصير البعض نعم ما عم بصير من زمان يعني البعض بيقول أنه الرئيس سليمان أتى بإجماع نيابة قلة نظيره وبيبقى أنه النواب ممثلين الشعب يعني رضى شعبي وما قدر عمل شي الرئيس سليمان شو بخلي العماد عون مختلف في هذا المعالم بوقتها العماد عون قبل أنه يجي الرئيس سليمان وكان فيه توافق يعني ونحن رحنا كلنا صوتنا للرئيس سليمان وكل دول نعم كان بدل رئيس سليمان كان أنه إذا بدك منخز الجمهورية كان بوقت معين كل القوى السياسية وافعت هلأ مش هيك هلأ أبدا مش هيك هلأ نحن ما بقى نقبل أنه يفرض إذا بدك حدا أو بدون اتفاق هذا يمكن يصير ما بعرف شو بيصير بعدين بعد مدة بس نحن ترحنا هالمشروع أول شي للشعب برجع بقول تيرجع نرد صلاحية الشعب للشعب بانتخاب رئيس رئيس لحيكون رئيس قوي يعني هون المفصل أنه مش عمنا نتخاب حيال الله رئيس عم نجيب رئيس ممثل للمسيحيين هادي بكركة عم تقولها مش نحن وطائجة أول ما يعني البطرق فتح ملف الرئاسة كان عطول عم بيحكي عقصة الرئيس القوي يلي يمثل شعبه وما بيخجل من تاريخه يعني في عدة أمور كان حكاية البطرق نحن بنسبة لنا أساسية ومفصلية وموافقين عليها كنا اتفاجأنا بالتطبيق غير شي صار ولكن يبدو أنه البطريارك الرائعي عم فتش على الورقة بحسب جريدة النهار أعرب عن تحفظه على طروحات العماد عون الأخيرة واللي اعتبر أنها لا تتناسب مع الخطر الوجودي الذي يواجهه لبنان هل هالشيب يعني علي أبيرد سيدنا البطريارك ما وصلنا الحديث تبعه يعني إذا مظبوط هيك حكي مصادر تعرفي مصادر بكركة وإشي من هالنوع ما منعول عليها يعني نحن منحب نسمع التصريح مثل ما هو في حال كان مظبوط هالموأب ما بعتقد نحن معروف أن نحن بحالة خطيرة نعم وجودية أكيد نحن عم نقولها من ثلاث سنين مش من هلأ تتذكري أول ما حكي حدا عن اللاجئين السوريين هو جبران بسيل والتكتل تغيير الإصلاح ونعتنا بكل النعود وصلنا لنا بعد ثلاث سنين لكن شو عنا بالبلد لكن وين وصلين بقصة داعش يعني كل هالأمور نحن كنا مستبقين للموضوع مثل ما عملنا آخر نداء كمان وعنا مشكل كتير كبيرة يا لبنانيين ما فيكم تبقوا سكتين لازم على القليل القوة النابضة إذا بدك بالمجتمع ترجع تسترد قوتها لأنه لبنان كل عمره يعني شعبه هو يعني النابض والقوي واللي بيعمل ثورات البطريارك راعي دكتور خوري بحسب رئيسية النهار يستعد لإطلاق مبادرة قريبا لوضع القيادات المارونية تكرارا أمام مسؤولياتها على أن تسبق هذه المبادرة اتصالات سيجريها البطريارك مع دواء الفاتيكان الذي سيسافر إليه يوم الخميس المقبل بتتجاوبوا مع أي دعوة للبطريارك أي طبعا طبعا أكيد أي طبعا ما فيه ماذا لو عادوة طلب منكم سيجدنا البطريارك عنده نظرة إذا بدك مبدئية لكل الأمور ولكن ما لبيته دعواته قبل لتأمين النساب نحن ما فينا نجيب نروح على نصاب تنطلع رئيس بالنسبة لألنا لا يمثل نحن عام نأمن النساب نحن نكون بوضع نقدر نجيب رئيس ينقذ البلد نحن هلأ بوضع مش مش ترف سياسي نحن بوضع هلأ خطير خطير جدا وهيدي الخطورة ما تصير ببساطة نروح نتخبه رئيس والرئيس هو رح يحل الأمور رئيس نعرف كلنا هل من مرشح آخر غير العماد عون ممكن ينقذ البلد نحن ملنا شايفين لا هلأ ولا بفريق 14 أدار يعني في أسماء نحن ملنا شايفين صراحة يعني ملنا شايفين نحن حدا هيك ممكن يكون عنده تواصل لأنه فريق 14 أدار راح كتير بعيد بمعاداته إذا بدك لمكون أساسي يعني بدك كمان هاي دي تحليها بطريقة غير يعني أعتيادية يعني إيه يعني إحنا هون في كتير أمور قلنا ملاحظات ما حدا عم بمد الجسور وهذا خطير يعني ما عم بيعته للسلح وقت أو فرصة بمحلات معينة الرئيس الحريري لا عم بيوزن كتير تصريحه بس نكتشف إنه لا في بعض السقور إذا بدك بتكتلات تكتل المستقبل أو 14 أدار عم بيزايدوا بقى هيدا بوضع الحال اللي نحنا مرئين فيه برأيي بتكون عم تزيد الشرخ وهيدا خطر نحنا من هون عم نقول إنه في شخص عم بيتواصل مع الرئيس الحريري ومع منظومة المستقبل بشكل إيجابي جدا إذا بتشوفه نحنا كل تكتلنا لهلأ كتير رهمدين إذا بدك بالنسبة للتصريح اللي بتشنيجي وهيدا عن أصد مش هيك يعني مش صدفي بالعكس نحنا حبين نمت جسور نحنا وحتى الأفريقاء الحلفة طبعنا كمان عم بيمدوا جسور طيب نجي نكسرون هون هون المفارقة الكبيرة بهالوضع الحالي القطير نعم ولكن الطرح اللي تقدمتوا فيه بالأمس اعتبر بمثابة إنهاء لشهر العسل بين العماد عون وبعد الكوة السياسية مش بس تيار المستقبل إنما أيضا الحزب التقدمي الاشتراكي وتوقفت هون المصادر عندما نشر بالأمس عن أن الرئيس الحريري رح يبلغ العماد عون أن حضوظه بالرئاسة باتت متدنية نحنا مش عم نبحث إنه مين بده يبلغ العماد عون أو شيء نحنا عم نقول نحنا بوضع مقزوم جدا نعم عم نعطي حل هالحل عم نطلع من الاستفافات الأساسية وعم نرجع للشعب تالشعب هو يقرر مين لازم يكون يعني هون الشيء الغريب إنه ما حدا عم بيشارعنا أو عم بيناقشنا بيفحوة الموضوع ليش نحنا ما بدنا نرجع للشعب فسرولي أنا ليش فيه اليوم مقال بالسفير لواصف عوادة بيقول انتخاب الرئيس من الشعب يتطلب أولا تعزيز صلاحية رئيس الجمهورية مش ضروري نحنا مش قبلين ما بدنا هيك عم بيقلك من هلأ نحنا بدنا الرئيس ذاته مثل ما هو هلأ بس بلا ما ينتخبوه المئة وثمانة وعشرين نائب ينتخبو الشعب تاليا الرئيس بمرحلتين مرحلة أولي المسيحية وبعدين الرئيس لا يجوز أن يكون بأي شك من الأشكال قصرا على طائفة معينة طالما الشعب هو صاحب الكلمة يفترض أن يكون الرئيس من الشعب وليس من الطائفة رولا جربنا رؤسة كلهم مضمون موافق معك من بعد الطائف نحنا جربنا الرؤسة كلهم ما هيك المركز المسيحي الأساسي يلي هو بيمثل الشعب المسيحي ويلي هو بيمثل كمان المناصفة بالوطن عم يبين بشكل واضح يعني أنه في ضعف إذا بدك بالأداء بالأداء الدستوري لأنه ما عنده صلاحيات للآخر إبنين يبقى مثل ما هو نحنا ما عنا مشكلة أبدا الطائف بيدل ويتطبق مثل ما هو ونحنا مصرين أنه يتطبق مثل ما هو بالوضع الحالي تنقطع المرحلة الخطيرة بس كمان على القليل اسمحوا لنا أنه نحنا هالمكون الأساسي يلي المناصف للفريق المسلم يكون عنده كمان شخص مقبول من المسيحي يعني ما عم شوف وين الغلط ما هو المشكلة دكتور خوري أنه نصف المسيحية مش قبلانين فيه تب جربون يا عمي ما عم بحكي عن العماد يعاملو أنا عم بقصد المسيحيين يمكن الدكتور جعجة ما سألتك السؤال قلت لي ما بتشوفه بحدا هذه الصفات لا يمكن يطلع برضو عفوا إذا عم نحكي عالشعب هو بديو يقرر راح ينقق اتنين الأقوى نعم هلأ يمكن يطلع المسيحة عماد عماد يمكن ما يطلع تباعد يعني لا ما عندي فكرة بس إجمالا نحنا ما بنعمل شيء بدون ما يكون في تناغم يعني تنسيق أكيد ما بتخافوا أنه تأييد حزب الله تحديدا لهالفكرة يكون الهدف منه الأبعد لوصول نحو المؤتمر التأسيسي بما أنه بتنص على تغيير بالنزام بلا حكس نحنا مش طرحين إطلاقا نحنا طرحين آلية معينة لاستنباط وخلق إذا بدك ما بتفتح الباب لتعديل الدستور لتغيير النزام أبدا أبدا بشو عم نعدل دستور بمادي صغيرة أنه الرئيس بدما ينتخب من 128 نايم عم ينتخب من مجموعة الشعب اللي هي 3800 4500 كل مرة تجربة بتصير عرف بعدين لا انتبه هاي بتكون قانون خلاص دستوري إذا وافق معنا المجلس نيابة بهالموضوع نحنا أبدانين بس نحنا كمان مطرحها للبحث كمان على القواعد الشعبية كلها يعني هاي دي مطالبة وأنا سمعت مبارح الرئيس الجميل حكي أنه من 25 سنة هو كمان اترح الموضوع ذاته وحكي أنه بوقتة كان يمكن مقبول أو هلأ بس هلأ مش مقبول يفسروا لي أنا الرئيس الجميل موقف يفسروا لي أنا ليش مش مقبول يعني بالفعل لما أنا بس إجي حدا يقلي كدولة ما عم بشوف ليش بدي أقول لا أنا كشخص عادي يعني بحكي مش كنائب يعني بالعكس هاي دي قوة بأعطيه لأنه معلومة نسبة التوزيع الديموغرافي بالبلاد وبالنهاية يعني بالأخر نزالك عم تنق اتنين نعم بس بالخيار الأخير نسبة يعني الأكثرية الديموغرافية اللي بتحسوم هكي قبلين نحنا أكيد قبلين لأنه اتنين بمثل المسيحيين بشكل واضح إذا واحد طلع قبل التاني مش مشكلة يعني ليش هالخوف حدث يتكرر مذو العام 88 عنوانه الوحيد استقصال الدور المسيحي واختزاله بطموح فردة اليوم هذا عنوان لفتني بدي أخذ رأيك فيه بجريد الجمهورية لأسعد بشارة بيقول فيه أن ما يكون به العماد عون يشبه خاتمة هزائم المسيحيين والحملات على بكركي والهجوم على إيادة الجيش والمجاهرة بخطاب طائفي كلها أوراق يحاول عاون استعمالها لاستباق أي تسوية رئاسية حتى قبل أن تولد هذا بالشخص هل بالأفق فيه تسوية هل عم بتشوفوا بالأفق فيه تسوية حول رئاسة الجمهورية وبتشعروا أنه يمكن ما تكونوا بهذه التسوية بالوضع الحالي هلأ بعد ما ما وصلنا على إطار التسويات بعدنا هلأ بالتشنجات وشي من هيك عم بقلك أنه مد الجسور أساسي يعني ما فينا نحكي مع بعضنا كل واحد واقف وراء مترس وعم نصرخ نحن عم نجرب من سنة ونص تقريبا بالاتفاق مع طيال المستقبل بالحكومة الحالية أنه نكفي هالمشوار هلأ منتفاجأ مثل ما عم بقلك ببعض السقور عم بيخلوا هالشي ما يصير لأنه في كتير متضررين بالأخر أنا أكيد في كتير متضررين يمكن من المالتين بس عم قلك على قليل اللي عم نشوفه لهلأ ما في تجاوب مثل ما نحن نحب يكون تجاوب بعد الفاصل رد جريدة المستقبل اليوم على اقتراح العماد عون وموقف للدكتور جعجع جديد من موضوع الاستحاء الرئاسي بعد هذا الفاصل نواصل هذا اللقاء مع دكتور وليد خوري عضو تكتل التغيير والإصلاح أهلا وسهلا فيكم جديد دكتور خوري بالردود اليوم والمواقب جريدة المستقبل اعتبرت ردا على الاقتراح يلي تقدمتم به بالأمس أن لحل للأزمة القائمة إلا بالإسرع بإنتاج تسوية تنهي الفراغ بموقع رئاسة الأولى وتعيد تجبير السيبة المكسورة بالحكم يعني بموجب هالفراغ مش عم نقول شي تاني العنصر الخارجي بكل هذا الموضوع أدي نسبته برأيك ولا حاليا ما نشايف نسبته كبيرة أنا صراحة يعني من هيك لازم بالآخر نحنا نسبته يمكن بالفيتو هيدا النسبة يعني أنه لا ما بتعمله هيدا هل بتشعر أنه في ذاته اليوم بموضوع الاستحقاء الرئاسي وآن تحديدا في يعني نحنا كلنا منعرف أنه في عوامل وصلت لمرحلة أنه توقف إذا بدك الحوار اللي عم بصير أو توقف أو تخفف من الحوار اللي عم بصير مع التكتل مع التكتل ومع مع قوة 14 أدار بمحل ما في حدا وقف في المسار كلنا منعرف أنه تقصد السعودية تقصد السعودية يعني ما فيني حدد أنه كبلد السعودية يعني الوزير برامب السيل بالسعودية شو عمي المؤخرة ما عم بقلك أنا ماني فايت بالقضايا بس مثل ما عم بينا حكى بالإعلام أنه في جهة ما وقفت يمكن هالحوار اللي مكفف وكان ويمكن كمان الغرب ما بعرف يعني بس كان في كان في أنه مسعى إذا بدك أمريكي لتقارب بوجهات النظر وهذه أكيدين منها يعني صارت صارت قبل يمكن لاستنباط حكومة ومن بعدها كان مفروض يكف المسار هلأ ما كفى وقف في حال لم يبصر أو لم يصل إلى مكانه أو إلى طرحه التعديل الدستوري هل محضرين بلان بي كتكتل بلان اي إذا بدك الأساسي تبعنا هو كان قانون الانتخاب نعم قانون انتخاب النيابي يعني يلي هو عرفته شو صار فيه وحتى طعننا نحن بقصة التمديد راحوا فشلوا يعني الطعن وهذه قضية خطيرة يعني هلأ عم نحكي بتمديد تاني يعني نحن بالنسبة لقلنا من هو ممثل هالشعب اللبناني اللي عم بيئن ورا كل هالمشاكل اللي عندوا إياها ما هيك يعني يعني عايشين نحن مشاكل كبيرة اقتصادية ما رح توافق على تمديد تاني دكتور خوري ازا صار اكيد لا لا نحن احنا اول واحد مش موافقين عليك يعني بتتفقوا هون مع القوات والكتائب ايه طبعا طبعا اكيد اكيد من هيك نحن عم نقول انه زي بنانتحد متل ما اتتحدنا قبل بقضية خانون انتخابي واللي باخرة لحظة صار فيه يعني تراجع من قبل اللي عم تسمي القوة اللي عم تسميها القوات او الكتائب يمكن ما كان نوصلنا لهون لو ما صار التراجع بقانون انتخاب عم بحكي الارتودوكسي اللي هو كان مفروض يكون على الجلسة نفس القصة هلا التمديد نحن واضحين مش عم نحكي اللغتين يعني نحن ضد التمديد نحن بدنا انتخابات اليوم طيب نحن مش وحدنا بس بالمجلس نيابي في قوة سياسية عم بتقول هلا انه هي كمان ما بدأ التمديد عظيم نحن عم نزقف لها وان شاء الله بدون رئاسة بس بدك تقوليني بالآخر شو بدو سير نعم يعني الدكتور جعجع بقول لنا استسلم سنكمل لضغوطنا بقول لحديث بحديث للشرق الأوسط إلى حد أن تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية دكتور جعجع بيعرف انه رئاسة الجمهورية اذا بدأ تصير انتخابات بدو سور فيه علق لي لتفاهم بين القوة السياسية كلها بشكل غميء وعميء بكل الناس تيجي توصل لمرحلة مثل من الأمور صلنا عشر جلسات ما عم تصير عودة الرئيس الحريري ما شكلت مفصل بهذا الإطار بلا أكيد بس نحنا نطرين هالعودة مش بس عودة هالعودة نحنا مرحبين فيها وبدنا إياها تصير وضرورية كانت وكلنا كل الشعب اللبناني بيهموا أنه الرئيس الحريري يكون موجود عزب الساحة وهو يكون المحاور إذا بدك الأساسي لأنه بعضنا لها لا مش عارفين يعني بس بالمادة نحنا كتير المرتاحين لمجيئه ولازم يكون بس كمان لازم يكون ليفتح أفق إذا بدك حوار مع المختلفين معه أنت نقدر نوصل على الرئيسة وعلى غير الرئيسة بحب قلك أن الرئيسة منا مهمة واحدة أهم شيء البلد يكون متفق مع بعضه مثل ما قصة الحكومة هلأ كل شيء ماشي نوعا ما بالحكومة فيه نوعا ما فيه حكومة بس نحنا بدنا كمان أنه نوصل على الرئيسة ليا أزي اليوم بالأخبار بتقول هناك خطة بديلة للرئاسة أعدها العماد عون بحال تم الاتفاق على مرشح آخر وهي بطبيعة الحال تعني تراجع بعض الشيء وتتضمن طبيعة تمثيله بالسلطة وحسطه هل ستكون كيادة الجيش من ضمن سلة التعويضات التي سينالها عون تجيب المصادر بأنها تحصيل حاصل له يعني هاو كلها تحليل صحفية ما بتصور العماد عون يعني موقف على هالموضوع بالفعل يعني أنا يعني بدل ما يكون الرئيس بكون هو صانع الرئيس صدقيني وصلنا له المرحلة السياسية يمكن صار له خمسين سنة عم بي يعني ضنين لإنشاء جمهورية مثل الخلق مثل ما نحنا كلنا منطمح لأله هاي دي مسار يعني مش شي بسيط تيوصل لهون مش هموا صدقيني مش هموا أنه يكون هو رئيس أو يعني بس هموا على قليل المشروع الجمهورية اللي بالفعل اللي لازم تتحصن وتقوى ويكون عندك جيش قوي ويكون نحنا بشكل عم نعمل جمهورية ديمقراطية متما لازم هاي دي مشروع لإعماد عون مشروع طيال وطن الحر مشروع تكتل تغيير الإصلاح هاي دا مش موقف على قيادة جيش أو على يعني مننا هاي دي الأمور الإنية نعم بس قصة المحاسسة مش جديدة يعني بمارات سبق بالحكومة كانت المحاسسة توقف حكومة هاي دي حقوق نحنا بالنسبة لأ قلنا كانت حقوق تمثيل اللي منمثله نعم يعني اليوم ليش الأمر بده يختلف مهما حيختلف عم قلك نحنا هاي دي حقوق مانا هاي دي أنه يعبا ترضي أو مش جائزة ترضي بنعطيك الشغلة هاي تزبطنا هاي مش هيك نحنا ممثلين نحنا تاني أكبر كتلة نيابية قلنا حقوق ضرورية لأنه نحنا منمثل شعب وهدي التمثيل الشعبي هيدا ما فيك تكبيه هيك أنه اتنين بتتفقوا خلاص بيمشي الحال يعني اليوم مش مطروح بديل عن يعني بلان بي اكيد لا ما عم يحق بهذا الموضوع لأنه كان قبل قيل أنه يمكن بشهر أيلول الملف الرئاسي رح يحسم لن يحسم إلا إذا صار فيه شراكة بين المكونات اللبنينية كلها متل ما صارع وقت العماد سليمان هايدي الشغلة هبتقليلي قيمتها رح تصير بايلول بأكتوبر بعد سنة هاي دا المشكلة نحنا ليش عم نصرخ عم نعطي خلاص معين بطريقة ما لكل اللبنانيين مين بدي يقول لا إنه إذا انتقل بالرئيس من الشعب والرئيس القوي بين اتنين مين بدي يقول لا ليش بدون يقول لا ليش المجلس النيابة راح ما يعني ما عم نعمل شي لا عم نغير صلاحيات الطائف بعده موجود الرئيس عم بيكون رئيس يعني عم تنقل من النظام لنظام ما نظام بالعكس أبدا نفس النظام ذاته نفس الشي بس الرئيس بدل ما ينتقلوه 128 نايب ومنعرف شو التدخلات اللي بتصير إن كان من جهات بره أو من جهة جوا أو بالترهيب أو اللي بديك يتسمي تعرف كيف كان تصير انتخبات المشكلة إنه هاي دي بتصير بالشارع كمان إذا الترهيب والمدخولات والضغوط يعني إنه بالنيابة ما قدر المرشحين من غير فئات يكونوا بمناطق لا اسمحي اللي عملنا انتخبات كتير يعني معلش انتخاب من الشعب بدون نقوى اسميل الشعب بدون ينتخب ما فيك توقفي ثلاث مليون وخمسمائة ألف زلم ما فيك توقفي يمكن شارع ما فيك ترهيب ما ما بيفعل فعله بالشارع بعد الفاصل الكتب المخفية بمسألة المخطوفين الأمنيين والعسكريين وهل نحن أمام ملف أعزاز جديد بعد الفاصل بموضوع التحرك هيئة العلماء المسلمين وأعلان وقف وسططة بمفاوضات استعادة العسكريين المحتجزين سألت اللواء اليوم أين هي القطبة المخفية بهذا الموضوع وهل صحيح أن وراء تعليق الوساطة مبدئيا خلفية أن الملف لم ينضج بعد وأنه من المفيد إفساح المجال أمام أطراف أخرى ورجحت المصادر أن يكون البدل لتوقف هيئة العلماء دخول طرف ثالث مقبول من الحكومة اللبنانية ومن المسلحين أولا هل في قطبة مخفية بهذا الملف برأيك يعني في تساؤلات أكثر من قطبة مخفية في شي غريب أنه مع مين عم بتحاوروا هيئة العلماء المسلمين مشكولين يعني عم بتحاوروا مع أشخاص يعني مش معروف مين ما هون الغريب يعني مش دولة هي مسلحين عم بتباحثوا بأي طريقة الجيش اللبناني أكيد ما عم بيحاور وقائد الجيش تماعناه مبارحة بيقول أنه لما يرجعوا العسكريين وهذا شي طبيعي الحكومة تركي مجال مش محاورة الحكومة بس تركي مجال سعات الخير إذا بدك ونح توصل الأمور هيئة وصلت على محل مسدود مثل ما فهمنا مبارحة هلأ كمان بنقرأ بالجرائد أنه يمكن اللواء إبراهيم يكون عنده مسعى بس مع مين يعني اللواء إبراهيم معروف أنه الشخصية أساسية إذا بدك أمن عام رئيس الأمن عام وبيحكي بإسم لبنان يعني بس مع مين بيحاور هلأ نسمع أنه يمكن دول نفس الشحات يلي حوارون بملفات أخرى كان الدول إلى تأثير نعم يوم الأمر اختلف يعني ما فيه تحاور مع مسلحين دول إبراهيم بتصور نعم اليوم يعني الحكي بهذا المجال يتجه يعني للكول أنه فيه مفاوضات كما قالت السفير بين أنقرة والدوحة تفضلي وبيروت ومشاورات جارت بين بيروت ودمشق بالاتجاه نفسه وتوقعت مسار طويل وصعب ومعقد للمفاوضات وقالت وقالت أننا عملياً أمام مشروع أعزاز جديد هل تخشى ذلك؟ مبين هيك مبين هيك طبعاً طبعاً وهذا مؤسف يعني مؤسف كتير هل هالشي بترح علامات استفهام من البداية عن يعني عن لوصل الأمور لهذا الحد؟ يعني عن اللي صار بعرسال تحديدها؟ يعني اللي صار بعرسال وضحها اليوم قائد الجيش بشكل لأنه بتعرفي قائد الجيش ما كان يحكي ومفسر شو صار وحكي بطريقة واضحة أنه فيه جيش كان عم بيقاتل يعني جيش مسلحين نعم ما أنه قصت عصابي صغيرة يعني جيش كامل وهذا خطير يعني كمية كبيرة وكان فيه وقفة بطولية لجيش اللبناني بالفعل تهيقدر يسترجع هالمراكز الكبيرة وكنا بوضع خطير جدا إذا الجيش اللبناني نهزم كان صار فيه قصة كبيرة بالبقع هل بتعتبر أنه صار فيه خطأ من الأساس بهالموضوع؟ مش أنا بدي أقيم بس أكيد صار فيه عنصر مباقة كبيرة الخطأ كان أنه يمكن الإنسياب اللي كان حاصل بقصة عرسال نعرف كلنا من سنتين كمان صار قصة كبيرة بعرسال من سنة ونص وقت الاستشهاد نقيب بشعلاني يعني كمان هون ما صار فيه زبدك متابعة لهالموضوع مش حق على الجيش هون بالموضوع يعني الجيش تعرف كيف يكون بس سياسيا صار فيه حماية لماذا إذن الحملة هلأ يعني صار لتقريبا ثلاثة أسابيع مسألة عرسال انتهت ليش اليوم هالحملة هالتساؤلات يعني مبارح قرينا بجارة السفير مثل مجموعة من التساؤلات المطالبة بتحقيق وكأن فيه اتهام بمكان ما لقيادة الجيش بالتأثير أو بالوقوع في الخطأ أو حتى يعني يمكن بالتسييس لحد دفع العماد أهوجي للقول لا أرضى بقول للنهار لا أرضى بنقطة دم واحدة لعسكري أو مدني تصلوني إلى الرئاسة إذا كان رضي حض بالرئاسة لكن الجو هلأ بقصة الرئاسة أنه الأشخاص اللي مرشحين بإطار الرئاسة عم بيعملوا يعني موجود اسم العماد أهوجي نعم كنت نحكي فيها هلأ طبعا كل شخص ساكي مرموق إذا بدك ومبين أنه بده وحيصير في على اعتداءات من كل النواحي بس أنا ما بدي فوت هون أنا بدي أقول أنه الجيش اللبناني مؤسساته بيعطى تماما نعم بس بتعتبر أنه ما جرى حرق أوراق العماد أهوجي بالرئاسة ما بيحرق إش يعني هاي دي الأسس مش أنا بدي أقررها اللي بيقررها هو الشعب اللبناني والانتخابات بكرة بالرئاسة بس الشي اللي أكيد أنه ما بقى فيه صمام أمان إلا جيش اللبناني وإذا هلأ جايين نحكي ونحسب ونقول هيك صار ومش هيك صار ونفوت هاي دي خطيرة أنا باعتبر هاي دي كمان جريمة تانية عم نعمل إن إحنا غير قصة عرسال بجيش اللبناني نحن هلأ كلنا سوا وراء جيشنا كلنا سوا عمنا تشد عقيد اللي عمت أهوجي تا يقدر يصد الأمور الخطيرة بعدين نحكي بالإشية التانية بالسياسة وما بالسياسة هلأ في عنا خطر وجود وما خلص نحن خايفين كتير إنه هالشي اللي صار معنا بعرسال أول شي رجع يجدد تاني شي روح بغير محل بغير مناطق بعرف كلنا يعني فيه بيئات يعني عم تتحضر من زمان وفيه مال صار من الجهات المقابلة وفيه شي أساسي إنه هالمقاتلين الموجودين بجرود عرسال نحن قابلين على فصل الشتاء يعني هوا كمان ما عندهم منفذ بالآخر من أين يجب أن يبقى الحل أو معالجة هالموضوع من أين لازم تبدأ؟ أول شي بالأمن بدنا نكون نحن أمنين على حالنا كيف بيه بتمفرد الأمن ومكما أملوا بالآخر يعني المملكة العربية السعودية مشكورة وصلت هالمليار بالآخر للرئيس حريري إن شاء الله هذا المليار نبدأ نشوف شي عليها على الأرض نعم ولكن الأمن منه سياسي بالدرجة الأولى هلأ بهمنا الأمن المركز الأساسي يعني هو مش سياسي الأمن على الحدود كل السياسيين موفقين الأمن على الحدود الأمن على الأضايا الخطيرة على الحدود بالأتجاه يعني هلأمن ممكن ينفرد بأتجاه واحد عنا أمن دفاع نحن هلأ أمننا صار دفاع رح يفوتوا علينا على البيوت يعني بطلت قصة إنه عم نفكر إن نعمل حدود أو صارت لصة فاتوا علينا نعم فاتوا علينا شو عنا خيار في عنا القوى الأمنية وفي عنا الجيش هاو اتنين إذا ما قدروا يستوعبوا الصدمة الكبيرة اللي بدا تيجيهم اللي جاية بعدين ما بعرف قامتها بس بدا تيجي هادي عنا مشكلة ونحن كل يوم عم بيمرؤ ومع عم بتسلح الجيش ومع عم بنزاد عديده ومع عم بنزاد عديد القوى الأمنية كمان عنا مشكلة حتى في بعض القرى أنا اللي بعرفه على الحدودية عم بتبلش تفكر بتنظيم داخلي يعني نفاع ذاتي يعني نوع عم بحراسات بحراسات بقصص باستشعار هل صحيح أنه في كرة مسيحية بك سواء وجبال عم بتفكر كمان بهذا الأمر يعني هدا عندكم علم بهذا الأمر لا بس ما فيك تلومي هالخوف اللي موجود لأنه بس تشوف اللي الشي اللي عم بصير بسوريا وبالعراق بتقول ليش لا يعني ممكن بزارة جمعة اختفوا 200 ألف أزيري يعني راحوا من بيوتهم 200 ألف يعني قد يعني بلد كبير يعني تير الميزالة اللي هلأ لحد هلأ يقال إنهم أمن الاستقرار للبنان بتخاف إنه تنرفع؟ ما حدا بيأمن يعني صراحة يقال إنه في ميزالة دولية وأقلمية هي ميزالة دولية إذا كان في ميزالة دولية مثل الميزالة طبع كردستان أنا مني شايفة صراحة نعم ميزالة دولية صارت بكردستان وقفوا كل شي عطوا البشميركا أصفت أميركا يعني في مصالح تقصد بكردستان في مصالح تير كبيرة في أكبر شركات بيترول اكسون موبايل يعني كلهم هونيك نحنا ما عنا هيك نحنا بالعكس نحنا ما عنا هيك نحنا هون بقرة بس نحنا بقلك شو عنا عنا الخطورة أن يكون ممر لأوروبا يعني إذا الجامعات التكفيرية قدرت تتوصل تحط موطق قدم لقلب لبنان إن كان بالشمال أو بالبقاع أو بمحل تاني خطيرة جدا وهيدي عبقلوة كل يوم إن كان الأمريكان وإن كان الإنجليزي وأنا دائما برصد إذا بدك تحرك الإنجليزي لأنه أكتر ناس يمكن بيعفو بالمنطقة وبيستشعروا الأمور بارح ديفيد كاميرون بحكي بشكل واضح أنه أخطر شي على أوروبا يلي عم بصير بسوريا وكذا موطق القدم ما بده بيئة حادنة دكتور خوري هل بتشوف إنه في بيئة حادنة تعافي شوية بيئة حادنة أنا بقلك عرسال بيئة حادنة أكيد مش بيئة حادنة أكيد يعني عرسال اسم كبير من ولادها بجيش اللبناني ضيب القوى الأمنية بس فيه كم أنصر تكفيري موجودين تعافي مش يعني كاف شوي إذا بدك إن كان بالمال أو بسلاح تقدري تستقبل هالتكفيريين تكفيريين بطلنا عم نحكي بيئة حادنة بسيطة عم نحكي هلأ جيش قادم علينا هذا جيش منظم ومقاتل منه شغلة بسيطة وتكفيري ما بيئن برحادة تاني يحكي عنه طيب يعني وصلين لها مرحلة خطيرة وعم نطلعها بإشياء بسيطة انتخبات رئاسة ويعني مش هاي الكيف هلأ نحنا همنا يتسلح الجيش يقوي عديده ويوقف على حدود محل ما فيه خطر بموضوع المخطفين العسكريين بتقول الجمهورية انه الرئيس السلام كان واضح مع الوفد عندما جدد التأكيد على ان الحكومة لا يمكنها الدخول بمقايدة مع الخاطفين يمكن ان تنعكس بشكل من الاشكال على وضع المؤسسة العسكرية عم نحكي عن مطالب عديدة للخاطفين وتزايد الشروط متصلبة من اطلاق عشر موقفين بالسجن رومي مقابل كل اسير عسكري وثم تلائحة محددة باسم 32 سجن سجين برومي ارسلت لقيادة الجيش فيها من جنسيات عربية الى اسماء سجناء لبناني ما بعتقد فيه امكانية لمقايدة الوضع مؤسف جدا بالنسبة للمخفيين من الجيش ومن القوى الامنية بس ما بعتقد الحكومة او قيادة الجيش رح تقبل باي مقايدة بالموضوع هلأ شو بده يصير وكيف نعرف كلنا يعني انه في جهات معينة وراء المنظمة الارهبية اللي هي داعش او النصرة اكيد فيه تأثيرات معينة بده تصير عليهم هل من بين سؤال اخير هل من بين الاهداف على اهداف الحمل على الجيش كما قالت اليوم جريدة الحياة مطالبة وا الحاح من مناطرين القيادة السورية على ان ينسك الجيش مع الجيش السوري يعني إنه انا هل انتم معا ان ينسق الجيش اللبناني مع الجيش السوري نحنا من النسق مع مين بقدر يحمى لبنان يعني انا بالنسبة60 vem yans bil més biz janeb al aq arr ما في كما تحكي معو 1939 مع مين معروف مين اللي مسك العمور على الاره يعني في حكومة تاني ميل ما هيك في حكومة بعدها معترف فيها بأمم المتحدة مش نحن يعني بالمنظمات الدولية موجودة ما أكسوا عن الخارطة بعد نعم ولكن الأرض من يحكمها اليوم بسوريا في كتير يحكمها يمكن بمناطق معينة تحكمها للحكومة السورية يعني نعرف بالألمون هلأ في جاي سوريا طيب وهو ع حدودنا يعني ما فيك ما تحكي معه يعني على القليلة إذا بدك مناصرة إلهم أو يكون في عندك طيران يجي يعني يساعد نحن نتساعد من ميم ما بيقدر يساعدنا لازم نتساعد منه ليش بنا نقبل بكرة الأمريكان يجوا يقصفونا أو يقصفوا محلات اللي بتواجد الداعش بهالموضوع نكون وصلنا لختام حديثنا دكتور وليد كوني أنا أبدأ شكرك شكرا إليك شكرا جزيلا نهاية أسبوع هادئة أتمنىها لك شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة